السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين قناة فاتح اللوي ومتابعين دورة إنشاء مدونة بلوجر من الهاتف لذا في هذه الحلقة هو الدرس الثامن من دورة إنشاء مدونة بلوجر من الهاتف سوف نشرح فيه لوحة إعدادات مدونة بلوجر وضبط إعدادات لمدونة بلوجر الصحيحة إذن أصدقائي كما ترون تكلمنا في الدرس الأول كيفية إنشاء مدونة بلوجر من الهاتف أو من الصيفر وفي الدرس الثاني تكلمنا كيفية تركيب قالب سكويز وتفعيله وكيفية إنشاء أقسام المدونة بلوغر وتركيبها على قالب بلوغر وفي الدرس الثالث تكلمنا كيفية شراء دومين مدفوع من شركة نيمشيب وفي الدرس الرابع تكلمنا طريقة ربط دومين نيمشيب في مدونة بلوغر من الهاتف في الدرس الخامس تكلمنا كيفية إثبات ملكية مدونة بلوغر وإضافة ملفات سيتماب في جوجل سيرش كونسول وفي الدرس السادس تكلمنا طريقة إضافة ملف روبوت تيكس الصحيح وتفعيل علامة رؤوس مخصصة ببرامج الروبوت لإظهار مدونة في جوجل وفي الدرس السابع تكلمنا كيفية إضافة مدونة بلوغر في أدوات مشري في المواقع بينك وليس جوجل أدوات مشري في المواقع بينك إذا أصدقائي أطلب منكم مشاهدة الدورة بالترتيب يعني من الدرس الأول إلى الدرس الأخير لكي لا تخطئ في المدونة الخاصة بك لكي تقوم بضبط كل إعدادات المدونة الخاصة بك كما اليوم سوف نشرح طريقة ضبط إعدادات المدونة بلوغر من الهاتف بطريقة الصحيحة لكي لا تكون هناك أخطأ في المدونة الخاصة بك إذا أصدقائي قبل أن نبدأ في إشرح الفيديو أتمنى منكم الاشتراك في قناة تفعيل جرس إشعارات والضغط على زر لايك لهذا الفيديو لدعمنا ولكي نستمر في هذه المدونة بلوغر من الهاتف لذا أعزائي المشاهدين هذه هي المدونة التي أنشأناها في هذه الدورة عن طريق الهاتف كما ترون عندما تقوم بالدخول إلى المدونة الخاصة بك عن طريق الهاتف سوف تظهر لك على هذه الواجهة يعني هنا الكل هذه هي المقالات يعني تأتي لهنا هذه لوحة الإعدادات المدونة المشاركات سوف تجد المقالات التي قمت بكتابتها هنا أنت إذا كانت مدونتك لحد الآن فارغة لن تظهر لك أي مقال إن قمت بكتابة المقالات سوف تظهر كل مقالتك هنا مثل هذه المدونة يوجد فيها الكل أربعة مقالات إذا عندما تضغط هنا هكذا تستطيع حذف المقال هنا تطبيق تصنيف يعني تقوم بإضافة هذا المقال في قسم من أقسم مدونة هنا إلغاء النشر يعني تقوم بإعادة هذا المقال إلى المسودة وهنا عرض يعني عرض المقال عندما نضغط على عرض سوف يتم عرض هذا المقال كما ترون أصدقائي يتم عرض المقال الذي قمت بكتابته سوف نعود إلى الخلف لذا لقد قمنا بشرح هنا في أدادات المشاركات وهذا الرمز من هنا زائد عندما تضغط له فيه سوف يأخذك إلى صفحة كتابة المقال يعني تقوم بإنشاء مقال جديد أوكي نحن اليوم لن نشرح كيفية كتابة مقال متوافق مع شروط سيو سوف ندعوه في حلقات القادمة إن شاء الله نحن فقط سوف نشرح لوحدة إعدادات مدونة بلوك أوكي لقد شرحنا القسم الأول هو المشاركات الآن هنا في القسم الثاني هو الإحصاءات سوف تضغط عليه حدث خطأ أثناء تحميل بيانات أوكي لأن المدونة جديدة ولا يوجد فيها أي إحصاءات أوكي قم بإعادة الصفحة كما ترون عدد المتابعين هنا يعني المتابعين الذين يتابعون المدونة خاصة بك سيفر عدد المشاركات عدد التعليقات وهنا كل الوقت يعني المشاهدات وليس الزيارات أوكي لأن الزيارات تستطيع أن تراها عن طريق كوجل آناليتيكس ونشرح أيضا في هذه الدورة كيفية تربط المدونة في كوجل آناليتيكس في الحلقات القادمة إن شاء الله هذه المشاهدات 1212 اليوم 13 مشاهدة في هذه المدونة تنزل الأسفل تستطيع أن نزل الأسفل هكذا وتضغط على المزيد من المعلومات عن هذه المدونة هكذا هذه مرات مشاهدة في آخر 7 أيام أوكي أنت تستطيع التحكم هنا تستطيع آخر 24 ساعة الآن آخر 30 يوم آخر 12 أو كل الوقت أوكي تقوم بالنزل الأسفل هنا أهم صفحات الإحالة كما ترون هكذا تنزل أهم عنوان محيلة أرقام مطلقة المتصفحات التي يدخلون منها الزيارات جوجل كروم سافاري يعني الآيفون أوكي هكذا تقوم بالنزل الأسفل أهم المواقع أو أهم الدول التي تأتيك منها المشاهدات كما ترون الولايات المتحدة جزائر روسيا ألمانيا سنغافورة المملكة المتحدة فرنسا وهكذا يعني كل ما تأتيك الزيارات سوف تجدها هنا يعني المشاهدات فقط في الزيارات الحقيقية بالتفصيل سوف تجدها في جوجل أنالتيكس كما قلت لكم انتظرونا في الحلقات القادمة سوف نشرح كيفية تربط مدونة في جوجل أنالتيكس أوكي لقد شرحنا قسم الإحصائيات الآن تعليقات هنا سوف تجد كل تعليقات التي تأتيك في المدونة الخاصة بك أنا لا يوجد أي تعليقات عندي ليست هناك تعليقات جديدة هنا أوكي وهنا الأرباح سوف أشرح لك هذه خانة الأرباح ماذا تعني هنا صديقي العزيز إن كان لديك نطاق بلوك سبوت أوكي إذا كان لديك النطاق بلوك سبوت يعني تقوم بربط المدونة الخاصة بك في جوجل أنالتيكس من هنا من خانة الأرباح أوكي وهنا كملاحظة أخرى يجب أن يكون الإيميل المدونة الخاصة بك نفس الإيميل الذي قمت بإنشاءه في جوجل أنالتيكس أوكي لكي تستطيع ربط مدونة بلوك سبوت في جوجل أنالتيك نطاق مدفوع سوف تتابع معنا الشرح في حلقات القادمة سوف نشرح كيفية ربط المدونة في جوجل أدسنس أوكي كما قلت لكم يجب أن نفس الإيميل المدونة نفس الحساب في جوجل أدسنس لكي تستطيع ربطه من هنا أوكي سوف تجد هنا كلمة تربط أو إنشاء حساب تضغط عليها وتقوم بإعداداتك وإكمال كل إعدادات أوكي هنا الصفحات الصفحات يعني الصفحات الثابتة أوكي سوف أشرح لكم ما هي الصفحات الثابتة نذهب فقط إلى محرك بحث جوجل ما كذا نقوم بالدخول إلى مدونة الرسمية وهي اسمها علاوي المعلوميات كما ترون لكي أشرح لك ما هي الصفحات الثابتة أوكي سوف نضغط من هنا هذه هي الصفحات الثابتة أصدقائي اتصل بنا أرشيف الموقعات سياسة الخصوصية من نحن اتفقية استخدام قياس سورة الأنترنت هذه هي ما يسمى صفحات الثابتة وليست المقالات أوكي سوف نشرحها أيضا في الدروس القادمة إن شاء الله كيف يتإنشاء الصفحات يتصل بنا سياسة الخصوصية هذه صفحات مهمة جدا للقبول في جوجل أدسنس أوكي وهنا التنسيق هذه التنسيق يعني هذه لوحة تحكم في القالب الخاص بالمدونة الخاصة بك أوكي كما ترون تستطيع التحكم في كل إضافات خاصة في القالب الخاص بك وهنا في هذه الخانة المظهر هنا تستطيع التحكم منها في العديد مثل هنا التخصيص يعني تتحكم في ألوان القالب ومن هنا تعديل HTML تتحكم في أكوض القالب الخاص بك أوكي ومن هنا هذه هي الإعدادات يعني الإعدادات الخاصة بالمدونة الخاصة بك هنا العنوان يعني اسم المدونة الخاصة بك تستطيع تغييره أو تركه مثل ما هو يعني في أيام قديمة إن كنت تريد تغيير اسم الخاص بمدونة الخاصة بك تتقيل هنا إلى العنوان وتقوم بتغييره وهنا الوصف يجب عليك إضافة الوصف للمدونة الخاصة بك يعني تقوم بوصف بالكامل محتوى الخاص بك في المدونة الخاصة بك ويجب أن يكون وصف قصير وليس طويل تقوم بإضافته هنا وتضغط على حفظ وهنا لغة المدونة يعني إن كان المحتوى الخاص بالمدونة الخاصة بك تكتبها باللغة العربية يجب أن تختار هنا لغة المدونة إلى العربية إن كانت المحتوى الخاص بالمدونة الخاصة بك باللغة الإنجليزية تضغط هنا لغة إنجليزية وهنا محتوى للبالغين لا تفعل هذه الخيارات يجب عليك أن لا تفعلها لأنها لن تقبلك جوجل أدسنس إن فعلت هذه الخيارات لأنها خاصة بمحتوى للبالغين هنا معرف موقع إحصاءات جوجل سوف نشرحه في الأيام القديمة وهنا الرمز المفضل ماذا يعني الرمز المفضل؟ هذا الشعار خاص بالمدونة خاصة بك في محركات البحث كما ترون على المعلومات هذا هو الشعار الخاص به كما ترون الرمز الصغير هذا أي موقع لديه رمز كما ترون موقع بينتريس لديه رمز موقع فيسبوك لديه رمز يوتيوب لديه رمز أي موقع يجب أن يكون لديه رمز هذه هي الخانة التي تقوم بإضافة فيها الرمز عندما تضغط عليها هكذا من خلال هاتفك تقوم باختيار ملف يقول لك حدد ملف الرمز المفضل يرجى استخدام صورة مربعة يكون حجمها أقل من 100 كيلو بايت تقوم بإضافة رمز أو تبحث عن رمز أو تقوم بإنشاء رمز صغير مربع يكون أقل من 100 كيلو بايت وتقوم بإضافته من هنا وهنا الخصوصية مرئية لمحركات البحث دع هذا الخيار مفاعل وهنا إضافة للنشر عنوان مدوان يعني الرابط المدوان الخاص بك هنا بلوكس بوت النطاق المجاني وهنا النطاق الخاص يعني النطاق المدفوع النطاق الفرعي الإحتياطي سوف نشرحه في الأيام القادمة إن شاء الله كيف تإنشاء نطاق فرعي إحتياطي وهنا نطاق إعادة توجيه يجب عليك تفعيل هذا إن كان لديك ضومين مدفوع يجب عليك تفعيل نطاق إعادة توجيه وهنا HTTPS يعني شهات الأمان يجب عليك تفعيلها في إثنان يعني هذه الأولى وهذه الثانية يجب عليك تفعيلها أيضا ماذا توفر HTTPS الأذونات مشرفون على المدونة مؤلفها يعني اسمك هنا دعوة المؤلفين معلقة دعوة المزيد المؤلفين هذه ماذا تعني عندما تضغط عليها تقوم بإضافة إيميل مثلا صديقك تريد أن تدعو صديقك لكي يساعدك في كتابة المقالات في هذه المدونة تقوم بإضافة الإيميل الخاص به هنا ويستطيع الدخول إلى المدونة الخاصة بك هنا المشاركات الحد أقصى لعدد المشاركات المعروضة على صفحة رئيسية سبعة مشاركات يعني تستطيع تغيير رقم هذا في القالب الخاص بك يعني ثمين مقالات أو تسع مقالات أو عشر مقالات وهنا نموذج مشاركات اختياري العرض مبسطي أترك مفاعل وهنا التعليقات من يمكنه التعليق تستطيع التحكم من يمكنه التعليق أي شخص بما في ذلك الأشخاص المجهولي الهوية مستخدمون لديهم حسابات على جوجل أعضاء هذه المدونة فقط أنت أترك على مستخدمون لديهم حسابات على جوجل الإشراف على التعليقات أترك كما هو اختبار تعليقات القراءة يعني هذا الخيار عرض تحقق من كلمات القراءة الذين يكتبون تعليقات بهم في المدونة الخاصة بك هذا اختياري تريد تفعيله تريد أن لا تفعله بريد إكتروني هذه كل إعدادات أتركها كما هي ولا تغيرها هنا التنسيق المنطقة الزمنية اختر الدولة الخاصة بك أو التنسيق الزمني الخاص بدولتك وهنا تنسيق عنوان التاريخ قم بتعديل التنسيق طابع الزمني تنسيق طابع الزمني تعليق هذا أغطركم كما هو فقط تغير توقيت المحيط لهذه العلامات الوصفية أنت تجدها غير مفعالة أنت سوف تجدها هكذا يجب عليك تفعيلها هذه وتقوم بإضافة وصف البحث وصف الخاص بالمدونة خاصة بك وليس وصف المقالات وصف الخاص بالمدونة بالكامل لكي يظهر هنا عندما يبحث أحد على مدونتك مثل هذه المدونة أعلى المعلومات هذا هو الوصف من الأسفل يعني تقوم بإضافة وصف قصير تقوم بإضافته هنا وكل شيء تمام الأخطاء وعملية التوجيه هذه لا تغير فيها أي شيء برامج الزحف والفهرسة هذه لقد شرحناها في الحلقات السابقة تفعيل محتوى من لف روبوت تاكس وتفعيل علامة رؤوس مخصص برامج الربوت هذه إن لم تشاهد هذه الدروس يجب عليك العود لمشاهد الحلقات السابقة لكي تتعلم كيفية إضافتها وهنا تحقيق الربح تفعيل محتوى من لف أدس تاكس مخصص هذا لا تفعيله حاليا لأنك مدونتك غير مربوطة في جوجل أدسونس بعدما تقبلك مدونة عفوا عندما تقوم بقبول في جوجل أدسونس سوف يظهر لك شعار يجب عليك إضافة ملف أدس تاكس وتقوم بتنزيله وتقوم بتفعيله هنا وتقوم بإضافته هنا هنا إدارة المدونة استيراد المحتوى إن كنت تريد استيراد المحتوى أو تنزيل بنسخة احتياطية من المحتوى يعني تنزيل كل المحتوى الخاص بالمدونتك وهنا الفيديوهات من المدونتك وهنا إذا المدونة إن كنت تريد حذف المدونة الخاصة بك هنا هذه الإعدادات كلها أتركها كما هي ولا تغير أي شيء هنا الملف الشخصي للمستخدم هذا لا يهم جدا في المدونة هذا البروفيل لا تقوم أنا لا أنصحك بتعديل عليه فقط أتركه كما هو هذه هي كل الإعدادات الخاصة بمدونة بلوجر وهذه هي كل لوحة إعدادات مدونة بلوجر وسوف نشرح في الحلقات السابقة أيضا كثير من الشروحات وكيفية إنشاء مقالات وكيفية كتابة مقالات وكيفية تصدر محركة البحث وكيفية التصدر في النتيجة الأولى إن شاء الله وتابعوا معنا هذه الدورة بالترتيب كما قلت لكم ولا تنسوا دعمنا باشتراك وتفعيل جرس إشعارات والضغط على زر لايك ولا تنسوا ترك لنا تعليق محفز وأي شيء لم تفهم صديقي العزيز فقط أترك لي تعليق وسوف أرد عليك عن أقرب وقت إن شاء الله وأشكركم من شاهد هذا الفيديو إلى النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته